قال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إن أوروبا قد تكون على شف الحرم ورجح المسؤول الألماني ذلك إلى الحشود العسكرية الضخمة على طرفي الحدود الأوكرانية الروسية واصفاً الأمر بالمقلق والخطير كما وصفت الحكومة الألمانية الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية بأنه حرج وقد أعلنت مصادر ألمانية أن برلين لا تتوقع الخروج بنتائج ملموسة من لقاء المستشار الألماني أولاف شولز بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشارت مصادر لأن المستشار الألماني سيشدد أمام بوتين على موقف الدول الغربية الموحد بشأن فرض عقوبات مشددة على روسيا في حال غزو أوكرانيا كما سيؤكد شولز ضرورة خفض التصعيد وسحب القوات الروسية على الحدود الأوكرانية لكن سفير روسيا لدى السويد فيكتور تاترتسيف أكد أن موسكو لا تبالي بخطر التعرض لعقوبات غربية وقال الدبلوماسي الروسي لصحيفة سويدية أن روسيا خضعت للعديد من العقوبات وكان لذلك أثر إيجابي على اقتصادها على حد قوله مهددا برد روسي قاس في حال ازداد الضغط الغربي على بلاده هذا وقد تعهدت أوكرانيا بترك مجالها الجوي مفتوحا رغم التهديد الروسي وقال أحد مستشاري الرئيس الأوكرانيين بلاده لا ترى جدوا من إغلاق مجالها الجوي في ظل التصعيد مع روسيا يأتي ذلك بعد أن أعلنت عدد من شركات الطيران العالمية وقف رحلاتها إلى أوكرانيا فيما طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية من دبلوماسيها ومواطنيها مغادرة البلاد هذا وتلقت أوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات الأمنية الأمريكية تبلو قيمتها 200 مليون دولار وحط الطائرة تحمل أسلحة وذخيرة أمريكية في مطار في العاصمة الأوكرانية كييف وإلى جانب الولايات المتحدة قدمت بريطانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا تضمنت صواريخ مضادة للدبابات وقاذفات لمساعدتها على مواجهة غزو روسي محتمل هذا وقد عبرت الغواصة الروسية روستوف أوندون التابعة لسطول البحر الأسود مضيق البسفور التركي إلى البحر الأسود يأتي هذا في خضم تحركات عدة تجريها القطع البحرية روسية كان آخرها تحرك ست سفن روسية إلى البحر الأسود خلال الأسبوع الماضي يذكر أن أكثر من ثلاثين قطع بحرية روسية كانت قد بدأت تدريبات عسكرية قرب جزيرة القرن ضمن سلسلة مناورات تجريها موسكو أخيرا نظر الشامل عن تفاصيل الأزمة الأوكرانية الروسية انضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مفادون النضال كناعنا ومن موسكو مراسلتنا أريج محمد ومن واشنطن مراسلنا مجدي يازتي أبدأ معك مفادن النضال يعني ألمانيا تحذر من أن أوروبا على شفى الحرب الجميع يزداد ويؤكد لي كييف أن الحرب قادمة كيف ينعكس ذلك على الشارع من الناحية الاجتماعية وأيضا السياسية نعم فيصل أولا في آخر المستجدات قبل قليل تم إرسال دعوة لجلسة طارئة للبرلمان الأوكراني غدا وفي هذه الدعوة لأعضاء البرلمان تم تشديد على أهمية حضور هذه الجلسة وعدم التغيب عنها لغاية الآن لم يعلن السبب الرسمي لهذه الجلسة طبعا نحن سنبقى في المتابعة لكن البرلمان الأوكراني الآن في عطلة وهذه جلسة طارئة استثنائية للبرلمان الأوكراني أيضا قبل قليل وفي إطار أو بعد الإعلان الأوكراني والتعهد بإبقاء السماء والأجواء الأوكرانية مفتوحة قبل قليل أعلنت شركة الطيران الأوكرانية سكاي أب بأنها تعلق جميع رحلاتها بعد أن منعت الشركة الإيرلندية المؤجرة للطائرات لهذه الشركة عن دخول إحدى طائراتها إلى الأجواء الأوكرانية أيضا تم الإعلان عن أن الشرك التأمين على الرحلات الجوية ستبدأ منذ الغد بمنع أو بعدم تأمين الطائرات الواصلة إلى الأراضي الأوكرانية أي عمليا وقف رحلات الطيران إلى الأجواء الأوكرانية وستكون الأجواء خالية رغم التعهدات الأوكرانية هذه ليست القضية الوحيدة التي لا تستطيع الحكومة الأوكرانية التأثير عليها الكثير من القضايا الحكومة الأوكرانية تلاتب وهي ربما ضحية للعبة القوى العظمى الشارع الأوكراني متخوف جدا من هذه التطورات المتلاحقة أجواء الحرب تهيمن على الشارع الأوكراني المتخوف للمرة الأولى منذ أسبوع بعدما كان يراهن على الحل الدبلوماسي إليك يا ريج في موسكو موسكو تردد أنها لا تبالي بأي تلويح بالعقوبات لكن إلى أي درجة توافق هذه التصريحات الواقع في الداخل الروسي نعم فيصل في الحقيقة طبعا هذه التصريحات تعكس الموقف الروسية الرسمية المعروف من الضغوط التي تتعرض لها البلاد أو حسب الرواية الروسية كما تتحدث أنها تتعرض لضغوط وكل هذه الحملة كما تسميها الحملة الدعائية للترويج بأن روسيا دولة غازية ومعتدية وتريد غزو الأراضي الأوكرانية تريد من ورائها الدول الغربية التي تقود هذه الحملة من وجهة النظر الروسية زيادة الضغط فرض المزيد من العقوبات ربما أو التلويح بها بالإضافة إلى تعزيز الوجود العسكري قرب الحدود الروسية وهو أمر حساس جدا بالنسبة لموسكو في ضوء الضمانات الأمنية التي طلبتها من الغربة تحدثت عنها كما نعلم طبعا هذه اللامبالات هي عبارة عن موقف روسي يريد أن يقول بأنه إن كنتم تتحدثون معنا من منطق القوة فنحن أيضا لدينا ما نرد به بنفس الأسلوب إن كنتم تلوحون وتهددون فنحن أيضا لن نتردد في الرد بشكل قاس على أي عقوبات أو أي ابتزازات كما يعتبرها الجانب الروسي تصدر من قبلكم خصوصا فيصل وأن الجانب الروسي هنا يجب الإشارة لأنه يعتبر نفسه محقا في كل ما يدار حاليا سواء في الوجهة الأوكرانية أو من وجهة الحدود الأوروبا الشرقية ناحية الحدود الغربية الروسية أو في مياه روسيا الإقليمية في البحر الأسود وغير ذلك الجانب الروسي يعتبر نفسه محقا وربما مظلوما أيضا في تسعينيات القرن الماضي حينما وعدت الدول الغربية جانبا روسيا وعودا شفاهية ولم تفي بهذه الوعود ويجب على الجانب الروسي اليوم أن يلملم ويتعامل مع تدعيات عدم وفاء الغرب بهذه الوعود عن طريق الحديث عن مصالحه عن طريق محاولة إيصال هذه المخاوف هذه الهواجس الأمنية لكنها حتى الآن تطرق هذه الأبواب الغربية دون أن تجد ربما هناك أذانة صاغية ينتظرها جانب الروسي هناك تعويل على المسار الدبلوماسي بطبيعة الحال لكن بموازاة ذلك هناك أيضا إثبات لوجود عسكري قوي ناحية الحدود وغير ذلك من النواحي هناك تدريبات بالمناسبة انطلقت اليوم في منطقة سيبيريا في روسيا أيضا تدريبات عسكرية للوقوف على جهزية الجيش الروسي أنتقل إلى واشنطن معك مجدي يعني الآن مستشار الأمن القومي الأمريكي يتحدث عن تسارع وطيرة الانتشار العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى أي درجة لا زالت واشنطن تتمسك بإمكانية أيضا الحل الدبلوماسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يشدد فيصل على أن المصاري الدبلوماسي لا يزال متاح لا يزال موجود لا يزال هناك قابلية للعمل معه إن انخرطت موسكو بهذا الجهد الدبلوماسي الذي ترحب فيه واشنطن وتمد يدها لروسيا للعمل عليه هذه نقطة ولكن في الوقت نفسه أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سبق وصرح أنه لا يجب لأي أحد أن يستغرب أو يتفاجأ فيما لو قامت موسكو بفبركة فعل ما وبعد ذلك استخدمته كذريع لشن هجوم عسكري ضد الأراضي الأوكرانية أيضا نترقب مزيد من التصريحات لمستشار الأمن القومي جيك سوليفن التي سبق وأشرت إليها أنت فيصل ولكن هنا في الداخل الأمريكي أيضا نقطة لافتة جدا فيصل الصحافة الأمريكية أثرتها بشكل موسع اليوم ما هو ما الذي يريد بوتين من هذه الأزمة الأوكرانية التي تصفها الصحافة الأمريكية بأنها أزمة مفتعلة من الجانب الروسي فالقول بأنه يريد أن إغلاق باب النيتو أو حلف شمال الأطلسي أمام أعضاء جدد فهذا الأمر لم يحصل عليه والجانب الأمريكي والغربي أكدوا أن سياسة الباب المفتوح ستبقى قائمة النقطة الأخرى أنه يريد وجود عسكري أقل لأمريكا وحلف شمال الأطلسي في الجبهة الشرقية لأوروبا حصل العكس تماما وجود العسكري الأمريكي ازداد عدد القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في الجبهة الشرقية سواء في رومانيا أو بولندا ازداد والمساعدات العسكرية التي قدمت وتقدم لأوكرانيا تزداد وبالتالي ما الذي يريد بوتين من هذه الأزمة الأوكرانية التي توصف بالمفتعلة ولا إجابة واضحة حتى اللحظة فيصل إذن نتابع هذه الصور بوصول تعزيزات عسكرية إلى أوكرانيا إذن نتابع معكم هذه الصور استمرار تقديم تعزيزات العسكرية لحلف الناتو التي تصل من لتوانيا إلى أوكرانيا في ظل أيضا التعنت الروسي بأنها لا تبالي بالضغوطات الأمريكية وتستمر في الحشد على الحدود الأوكرانية أشكر إذن مراسلين من واشنطن مجدي يازجي ومن موسكو أريج محمد ومن كييف نضال كناعنا شكرا جزيلا لكم إطلاعنا عن آخر تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية